أهلا بالمتابعين الأفاضل رأينا في الحلقة الماضية الفرقة الصالحة من أهل الكتاب لها عقيدة أبيونية تعتقد بشريعة موسى وتطبيقها في عباداتها وتعتبر الإيمان بعيسى بن مريم على أنه المسيح لتكملة العقيدة لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموسى أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل كما جاء في إنجيل متى إصحاح 5 العدد 17 إذن ناموس موسى أو شريعة موسى بحسب عقيدتهم لم يأتي المسيح لينقضها بل ليكملها لتصبح العقيدة في أحسن الأحوال وكاملة مشلام من كلمة شليم معناها كامل وهي بدورها من جدر آرامي شليمة بمعنى سليم بري صحيح إذن هؤلاء أصحاب العقيدة الكاملة السليمة بالإيمان بابن مريم كالمسيح المنتظر من طرف اليهود والعائد في آخر الأيام بالنسبة لهذه الفرقة فهي عقيدتهم الكاملة عقيدة الإسلام وفي نفس الإصحاح الخامس من إنجيل متى العدد 48 فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل وهي بالضبط الوصية التي يشهد بها الحواريون في النص القرآني وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون المائداء 111 أي واشهد بأننا كاملون هؤلاء المسلمون الكاملون قبل مجيء محمد لم تختلف نظرتهم للكون عن اليهود فيعتقدون بتبوت الأرض وأنها لا تتزعزع كما جاء في صفر الأخبار الأيام عفواً الأولى الإصحاح 16 العدد 30 أو صفر المزامير الإصحاح 93 العدد الأول وكذلك مزمور 104 العدد 5 المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد وهذا ما جاء في القرآن وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم صورة النحل الآية 15 والرواس التي ترسل الأرض حتى لا تتزعزع أو تتحرك وهذه الأرض على شكل وعاء كما جاء في صورة المرصلات الآية 25 ألم نجعل الأرض كفاتاً كفاتاً أي وعاء وهذا الوعاء دائري على وجه اليابسة كما جاء في صفر إشعية الإصحاح 40 العدد 22 الجالس على دائرة الأرض وسكانها كالجند استخدم كلمة خطفك سيركل يعني دائرة أو قرص مسطح يطفو على الماء وكل الأجرام السماوية تدور حول الأرض كمركز ثابت غير متحرك وهذه الأجرام السماوية من نجوم وشمس وقمر معلقة على قبة السماء كما جاء في صفر التكوين إصحاح الأول العدد 16 إلى 17 فعمل الله النورين العظيمين بين قوسين الشمس والقمر النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض وهذا ما جاء في صورة الصافات الآية 6 إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وجعلها كالمصابيح لتنير الأرض ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح صورة الملك الآية 5 وهذه القبة سميكة كالزجاج المصهور أو المسكوب كما جاء في صفر أيوب العدد الإصحاح 37 العدد 18 هل صفحت معه الجلد الممكنة كالمرآة المسبوكة وهذه المرآة الزجاجية لو انكسرت فسوف تسبب كارثة على الأرض لهذا جاء التهديد في صورة السباء الآية 9 أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب وكذلك في صورة الطور الآية 44 فكلمة كسفا تعني قطعا جمع كسفة أي قطعة هذه القبة تفصل مياه السماوات عن مياه الأرض والمحيط كما جاء في مزمور 104 العدد 3 المسقف على ليه بالمياه وبنفس المفهوم يقدم لنا النص القرآني هذه الرؤية بوجود بحرين واحد في السماء والآخر على الأرض وهو الذي مرج البحرين هذا عدب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا صورة الفرقان الآية 53 بالطبع اختلف علماء الإسلام على مفهوم البحرين كل حسب علمه لكن نجد تفسيرا مذهلا قدمه كل من ابن عباس وابن جبير بحسب القرطبي بقولهما عن البحرين يعني بحر السماء وبحر الأرض وهذا هو المعنى الصحيح الذي قصده القرآن لوجود عبارة وحجرا محجورا أي سترا مستورا فالبحر المالح هو بحر المحيط الذي يحيط باليابسة والبحر العدب هو البحر الموجود في العالم السفلي أي تحت الأرض تنبع منه العيون والأنهار وبحر السماء الذي تهطل منه الأمطار وهذا البحر أي بحر السماء يحمي العرش الرحمن بعد خلقه السماوات والأرض في ستة أيام كما جاء في سورة هود الآية سبعة وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء إلى آخره وكذلك البيت المعمور بيت الله في السماء يطفو على وجه مياه بحر السماء كما جاء في سورة الطور الآية أربعة والبيت المعمور هذا موجود فوق السقف المرفوع الآية التي تليها الآية الخامسة أي قبة السماء التي تفصل بحر سماء عن بحر المحيط كما قلنا وهذا السقف يعلوه بحر مملوء هو بحر السماء يملأ ما فوق قبة السماء كما جاء في مزمور 148 سبحيه يا سماء السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات وقد عبر عنه القرآن بالبحر المسجور كما جاء في الآية السادسة من سورة الطور هذه الندرة الكسمولوجية للكون في القرآن والكتب المقدسة كالتوراة والمزامير والتناخ بصفة عامة تعكس المستوى المعرفي زمان محمد وما قبله وموجودة في أساطير الحضارات القديمة في بلاد الرافدين كالحضارة السومرية والبابلية والآشورية وغيرها من الحضارات القديمة فلو أخذنا الحضارة السومرية التي ترجع إلى ما بين 2000 سنة قبل الميلاد و 3500 قبل الميلاد على سبيل المثال نجد أنهم كانوا يعتقدون بنفس الاعتقاد أي بوجود قبة السماء الكبيرة المدعومة بجوانب الأرض وفوق هذه القبة يوجد بحر السماء ويحيط بالأرض بحر مالح وتحت الأرض العالم السفلي وبحر المياه العذبة الذي تنبع منه الأنهار والعيون وكان إله السماء يدعى آنو تزوج من إلهة الأرض الإلهة كي فأنجب مجموعة من الآلهة وهي الآنو ناكي وأبرزهم إله الحكمة والخلق الإله إنليل فالقرآن نقل لنا بأمانة علوم عصره وعصر ما قبله والنظر الكوسمولوجي للكون نقلا عن هذه العلوم القديمة من كتب اليهود الناصريون من اللغة الآرامية إلى لسان عربي مبين ولا دخل لعلوم عصرنا فيما أتى به القرآن ككتاب وعظ وإرشاد ديني لا يحتمل لي عنق نصه وسياقه من أجل إثبات ما ليس فيه وما لا يعرفه الصحابة محمد ولا أتباعه من بعده فكل ما قيل من إعجاز علمي في القرآن فهي فقط مجرد أهواء قوم لا يعلمون ولو كان إعجازا علميا حقا لكانت الكتب السابقة التي تحدثنا عنها أولى بالإشادة والتقدير لأنها بكل بساطة سبقته بذكر هذه العلوم القديمة نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة قادمة فكونوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر